اشتركوا في القناة اتعاودنا دايما مع بعض في سلسلة المعلومات القانونية اللي بيقدمها موقع النقابة المحامية ان احنا نقدم مع بعض ونفكر مع بعض في تقديم بعض المعلومات المفيدة اللي ممكن تفيد أولادنا وإخواتنا من شباب المحامي مهاردة هتكلم معاكم عن موضوع من الموضوعات الفنية اللي فيها فلسفة قانونية هنتكلم مع بعض عن الفرق بين القرينة القضائية والقرينة القانونية ولما نيجي نتكلم عن القرينة القانونية هي القرينة اللي بتأتي من نصوص القانون ودي دايما بتعرف في أحكام الفقه الجنائي بما يعرف بمبدأ المخالفة فلو إن النص القانوني بيضع آلب معين من الضوابط والشروط فعدم التوافر ركن من أركان الجريمة أو ضابط من الضوابط الموجودة لارتكاب الجريمة أو عنصر من عناصر الجريمة بمفهوم المخالفة هو قرينة على عدم ارتكاب الجريمة أو أن يكون النص القانوني واضح وأن ترتكب الجريمة مطابقة للآلب القانوني أو للنص القانوني وده بيسموه إنه قرينة قانونية على أن الجريمة ارتكبت كما جاءت في النص القانوني أما القرينة القضائية فدي مرتبطة بالمنطق القضائي مرتبطة بالمنطق القضائي واللي فيه الآضب يتدخل باعتباره قاضي عقيدة ولذلك تلاقي دايما المنطق القضائي متوافر أكثر في شق الجنائي بعيدا عن المدني لأن القضي المدني قضي قانون محتاج أوراق ومستندات لكن قضي الجنائي قضي عقيدة محتاج منطق محتاج يقتنع بأن المتهم هو من ارتكب هذه الجريمة ولذلك يقولك أن المنطق القضائي إذا أردنا الحديث عنه فخير ما يستدل به هو الوقع الشهيرة وقعت سيدنا يوسف وامرأة العزيز الذي جرت إلى الباب ونادت الملك وقالت أن سيدنا يوسف حاول يعتدي عليها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه قدام قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قدام دبر فكذبت وهو من الصادقين لو كان قميسه مقطوع من قدام يبقى كانت هي بتدافع عن نفسها وفي حالة جذب وشد ما بينهم وبتحاول تتخلص منه وتبعده عن نفسها فده اللي قطع قميسه من قدام لكن لو كان قميسه قدام دبر مقطوع من وراء يبقى هو اللي كان بيجري قدامها بيهرب منها وهي اللي بتشده وهي اللي عايزاه فدي بيسموها القرينة القضائية ولذلك القرينة القضائية هي أن يكون هناك دلالات وعلامات وملابسات وأمارات تكشف بأن هناك خطأ في ارتكاب الجريمة أو أن هذا الشخص ليس هو مرتكب الجريمة أو أن هذه العلامات والدلالات لا يمكن تفسرها بأي حل من الأحوال إلا أن هذا الشخص هو من ارتكب الجريمة فرع بين المنطق القضائي والمنطق القانوني هو نفس الفرع بين القرينة القضائية والقرينة القانونية قرينة القانونية أن يكون النص القانوني موجود ودال ويستخدم كقرينة على ارتكاب الجريمة إذا ما تطابقت الجريمة بأركانها وعناصرها مع الآلب القانوني مع النص القانوني أو أن تأتي الجريمة غير متطبقة مع النص القانوني يبقى في مفهوم المخالفة هو لم يرتكب الجريمة والحكم يكون البرعبة أما القرينة القضائية فزي ما قلت لكم هي الملابسات والدلالات والأمرات والعلامات اللي من خلالها المحكمة بتقدر تستدل على الحقيقة هل ارتكب الجريمة أم لم يكن هو من ارتكب هذا السلوك شكرا لكم أحمد مهران اشتركوا في القناة